وهو لو معصوم يبقى المعصوم لا يفعل شيء إلا بأمر من الله إذن البيع أمر من الله وأنه يعلم أنه سيبايع فإذا كانت البيع أمر من الله وأنه يعلم أنه سيبايع فلما تأخر وعرض فاطمة إلى الضرب كان أول على الأقل لما جم عند الباب كان طلع له مبايع ولا مش مظبوط فكرتوني بحاجة يا أخوان صح عندهم رواية بتقول إيه بتقول أن عمر تقريبا كان بيسأل عن قبر فاطمة فعليه ابن أبي طالب مسك عمر وسلخه مسك عمر وسلخه قال له خلي بالك لو جيت جنب القبر بتاعها ععمل وسوق خلي لو جيت جنب القبر بتاعها ععمل وسوق خلي يعني قبرها موجود ومعروف كان آه ما هو عيجي جنبه إزاي لأنه يكون معروف طيب ماشي دي سيباك منها طب لما هو بيقول له كده على القبر طب يا عم الحج يعني هي القبر أولى الشؤية تطوب أولى ولا الجسد نفسه أولى يعني أنت عملت راجل عشان القبر وما عملتش راجل عشان الجسد وهو حي ما ينفعش رواياتكو يعني هي رواياتكو اللي بتعمل كده مش إحنا يعني رواياتكو هي اللي مضروبة ما بتدخل عقل بشر يعني عشان قبر عملت كده فالله المستعد فكرتوني بالمرة واحد اسمه ميسم المنصوري أكبر مدلس على وجه التاريخ على اليوتيوب ياخد لك دي من الحوار ويتكلم فيها رواية المصنف أنا دايما لما بس بتكلم في رواية المصنف بتكلم وببين العلال اللي موجودة فيها تمام يروح جاي واخد لك المقطع الصغير وأنا بقول لها مثلا بقول له واحدة مدة داخلة كده بقول لها ايه والله ده في المصنف دي ايوة رواية نعم صحيحة يعني أو رواية ثقات ولكن فيها علة كذا 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 وبعدين ليس يعني أن الرواية رواية ثقات تعني أنها صحيحة ففي فرق بين أن رواية ثقات والصحيح تمام فهو أخذ الجزء دهوت وقال لك وليد اسماعيل بيدلس طب ما تعرض للناس الجزء كله تعرض العلال لنا أو جتها في مسألة كسر دلعز في مسألة التهديد ورواية مصنف ابن أبي شايب الزعتوت التاني الزعتوت التاني هناك رواية تقول أن الصديق رضي الله عنه أرضاه كبس بيت فاطمة يعني دخل على بيت فاطمة وهناك راوي في هذه في السند في هذه الرواية راوي ضعيف بل قال عنه البخاري أنه منكر حديث وتكلم فيه الزهب وتكلم فيه كثير من العلماء الزعتوت الوادي اللي هو العايل ده عمته أكبر من دماغه عم جاي قال لك بص دي الراوي ده موجود في كتاب الثقات لابن حبان ويدلس على الناس يعني أنا بس بسأل كده كل شيعي محترم وعايز يوصل للحقيقة لو عندك عشر علماء ضعافوا راوي عشر علماء ضعافوا راوي وجي عالم وسق الراوي ده ليه العلماء قالوا ليه العلماء قالوا الجرح مقدم على التعديل اللي عدل للراوي ده ما شافش منه حاج فعدله يعني أنت مثلا دلوقتي واحد صاحبك أو قريبك أو الجارج ساكن جنبك أنت ما شفتش منه حاجة وحش فعشان كده أنت عدلته اللي اسألك عن الجارج ده تمام والله بتقوله والله كويس ما فيهوش أي حاج طيب جارج ده بيروح الشغل بيروح الشغل ففيه ناس شافت منه أنه مش كويس فتسعة قالوا لا والله ده مش كويس آه ده جنب بيتك هو بيعمل كده مثلا جنب بيتك فهو كويس لكن التسعة قالوا مش كويس هل تأخذ بالراوي الواحد ولا تأخذ بالتسعة اللي قالوا أن الراوي ده مش كويس ده نفس الكلام اللي عاملوا الزعطوتي الإمام الزهبي ذكر تقريبا اللي هو مش فاكة ساعتها ده تقريبا الراوي اسمه داود البجلي أو حاجة ذا كده مش متذكر اسمه جاب الزهبي وهو بيقول أن من أراد أن يعلم السقات فلينظر إلى صحيح بن حبان أو كتاب بن حبان في السقات فجاب الراوي ده أنه في الكتاب ده يعني في السقات طب ما الزهبي نفسه ضعف يعني الزهبي نفسه ضعف الراوي ده ولكن لا الشيعي يقعد يلف ويدور يلف ويدور ولو أنت جبت له شيعي شيعي استدلت مثلا برؤية شيعية وكثير من علماء الشيعي قالوا عن الشيعي دوت مثلا أنه ضعيف أنه ضعيف وواحد قال لا والله ده معطور مثلا أو ثقة هياخدوا بأنهم لو الرواية يعني لا تنزل من فم أو من بلعوم الشيعي هيقول لك إيه هيقول لك لا والله هناخدوا بالضعف الرواية لكن المقيس عندهم للأسف الشديد مقلوبة التعامل مع أهل السنة شيء والتعامل مع نفسه شيء تاني ولكن أنا حبيت بس أوريكم شوية التدلسات الهابلة الخيبة اللي هما بينعبوا بيها على الشيع فالله المستعان